السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه المحاضرة نشرح موضوع Singular Value Decomposition بشكل تفصيلي من خلال عرض مثال أمامنا المصفوفة والمطلوب نجد Singular Value Decomposition لها قبل ما أجد Singular Value Decomposition لهذه المصفوفة أحب أوضح أهمية Singular Value Decomposition لها أهمية في موضوع الرياضيات وكذلك في جميع الفروع والتخصصات الأخرى قد ما تكون عندي المصفوفة غير قبلة للنعكاس أما لأنه محددة يساوي صفر أو لأنه أصلا هي ليست مربعة كما في المثال أمامنا المصفوفة هي 2 في 3 غير مربعة يعني استحالة إيجاد المعكوس لها في هذه الحالة عندما أتعامل إلها أتعامل معها في تطبيق وأحتاج معكوسها فممكن أنهم أجد Singular Value Decomposition لها أو في أوقات أحتاج إلى تجزئتها بطريقة التجزئة رح تكون بطريقة Singular Value Decomposition تفكيكها يعني أقصد بتجزئتها يعني تفكيكها الآلية التفكيك هنا ستكون بالشكل الآتي لاحظ المصفوفة هي أحولها على شكل أفكتها إلى ثلاث مصفوفات U, S, V, Transpose طبعاً وجود المنقول حتى أستطيع أن أعمل عملية الضرب على حتى أستطيع أن نتمكن من إيجاد عملية الضرب الآن هذه المصفوفة هي غير قابلة لنعكاس نجد Singular Value Decomposition لها من خلال تفكيكها إلى حاصل ضرب ثلاث مصفوفات U, V, S, V, Transpose ما هي عناصر مصفوفة U وما هي وحجمها ما هو عناصر مصفوفة S وما هو حجمها وما هو عناصر مصفوفة V وما هو حجمها لإيجاد كل من V و S و U نعمل ما يريد لاحظ بالبداية نجد A, Transpose, V, A لاحظ أنا ده أركز على مسألة أساسية أنه عندما أخذ عملية الضرب المنقول حتى أتمكن من إيجاد عملية يعني إتمام عملية الضرب لأن كما تعلمون عملية الضرب بالمصفوفات يجب أن تكون عدد أعميدة المصفوفة الثانية الأولى عدد أعميدة المصفوفة المساوي لعدد أسطر المصفوفة الثانية لذلك هنا أولا أجد منقول حاصل ضرب A, Transpose, V, A لاحظ ناتج الضرب ضرب عادي ضرب مصفوفات طلعني تحولت المصفوفة A إلى مصفوفة مربعة المصفوفة A أتمام عملية الضرب ما نقول A, V, A تحولت إلى مصفوفة مربعة الآن نجد لهذه المصفوفة المربعة القيم الذاتية أجد القيم الذاتية لهذه المصفوفة المربعة طبعا إذا المصفوفة ليست مربعة لا أتمكن من إيجاد قيمها الذاتية فهذه أول الفوائد كيف نجد القيمة الذاتية للمصفوفة نطرح منها القيمة الذاتية لامدة طبعا لا يمكن طرح رقم من المصفوفة فنضربها في مصفوفة الوحدة حتى تنسجم الصير مصفوفة مقابل مصفوفة حجم مصفوفة الوحدة مساوي لحجم المصفوفة ثم نأخذ لناتج عملية الطرح المصفوفة المحدد ونساوي للصفر كما موضح أمانكم فقط عناصر القطر الرئيسي ناقص لامدة ناقص لامدة تيار منوت ايقول تو زيرا الآن كيف أجد محدد هذه المصفوفة ثلاثة في ثلاثة هو محدد أي سطر أو عمود فيها طبعا أي سطر رح نأخذ محدد هنا محدد السطر الأول محدد السطر الأول رح يكون يساوي بالشكل التالي نحسب الرقم الأول هذا الرقم الأول إشارة موجة بتكون في محددة المحدد ماله هو أنه أحذف السطر والعمود اللي يضمن هذا الرقم أحذف السطر والعمود اللي يضمن هذا المقدار اللي هو الموقع واحد واحد فعني أحذف السطر الأول والعمود الأول اللي يبقى لمصوفة مربعة 2 في 2 محددها هو القطر حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي مطروحا منه حاصل ضرب عناصر القطر الثانوي فمثل ما تشوفون أمانكم 10 ناقص لامدة مضروبا في 10 ناقص لامدة في 2 ناقص لامدة هذا القطر الرئيسي ناقص القطر الثانوي 4 في 4 سالب 16 هنا الحد الثاني مضافا له الحد الثاني 0 يضاف إلى الحد الثالث 2 وإشارته أيضا موجب هنا أيضا أحذف السطر والعمود الذي يحتويه يعني السطر الأول والعمود الثالث فاللي يتبقى من المصفوفة هي المصفوفة المربعة 2 في 2 أيضا محددها هو حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي 0 مطروحا منه عناصر القطر الثانوي حاصل ضرب 2 في 10 ناقص لامدة لاحظ 2 في 0 ناقص 2 في 10 ناقص لامدة هذا هو عندي المحدد هنا صارت عندي أرقام مجرد فتح الأقواس وعملية جمع وطرح الحدود المتشابهة عملية جمع وطرح الحدود المتشابهة راح أحصل على قيمة راح تكون بهالشكل هذا المتعددة الحدود عبارة عن هي تحللت من يمحل حاصل ضرب 3 أرقام الساوي لصفر 3 قيم حاصل ضربهم صفر بمعنى كل قيمة من هذه يعني قد تكون احتمالية كل قيمة منها قيمة يساوي صفر أما لامدة صفر أو القوس الثاني اللي هو لامدة سالب 10 يساوي صفر وبالتالي يعني معناته لامدة 10 أو لامدة ناقص 12 يساوي صفر معناته في هذه الحالة القيمة الذاتية اللي طلعت عندي 12 10 صفر أرتبها من الكبير إلى الصغير عندما نحصل على القيمة الذاتية لكل قيمة ذاتية يوجد متجه ذاتي يرافقه متجه ذاتي إذن الآن نجد القيمة الذاتية لكل قيمة ذاتية متجه ذاتي المتجه ذاتي أولاً للقيمة 12 راح تكون بالشكل الآتي أرجع آخر حاصل المصفوفة نفسها A transpose V A أطرح من عندها للقيمة الذاتية اللي أخذتها لي هي 12 مضروبة في مصفوفة الوحدة حتى نستطيع نتمكن من إنجاز عملية الطرح أضروبها في المتجه R1 اللي هو أنا أريد أوجد قيمته مساوية للصفر هذه هي المصفوفة A transpose A ماينس 12 في مصفوفة الوحدة وهذا هو المتجه R1 أنا أريد أوجد قيمة هذا المتجه أساوي للصفر طبعاً هنا راح نحصل من خلال عملية الضرب تمام عملية الضرب المصفوفة في متجه العمود راح حصل على ثلاثة المعادلة الأولى مينس 2 يعني سالب 2 فيه X زائد 0 فيه Y زائد 2 فيه Z يعني أضرب السطر الأول في المتجه العمود راح تكون بالشكل هذا طبعاً الناتج من عملية الضرب راح يكون بهالشكل هذا لاحظوا من القسم المعادلة هذه على ثلاثة تطلع لي سالب X زائد Z يساوي 0 يعني X يساوي Z الآن نفس العملية كرها على السطر الثاني أضرب السطر الثاني من المصفوفة في العمود متجه العمود وأساويها للصفر راح أحصل على هذا المقدار هاي المعادلة الناتجة أقسمها أيضاً على 2 راح تنتج لي سالب Y موجب 2Z يساوي 0 يعني Y يساوي لي 2Z الكمية التالي المساوية التالي نفس الكمية تكون متساوية الزت تساوي X بالمعادلة اللي قبلها إذن بها الحالة Y تساوي لي 2X الآن المعادلة الثالثة مين تأتي نحصل عنها أضرب السطر الثالث في متجه العمود وأساوي للصفر لاحظوا إحنا راح أعوض عن قيمة X لقب مكانها بس عن Y أعوض بما تساويها من قيمة X اللي تقابلها من قيمة X من اللي حصلناها من المعادلة الثانية إحنا عندي وأيضاً قيمة Z أعوض عنها من اللي أحصل عنها اللي حصلناها من المعادلة الأولى عندما أساويها للصفر تطلع لقيمة الصفر يساوي الصفر إذن المعادلة الثالثة ما راح أحصل من عندها شي لأن هي تركيب خطي من المعادلات الأولى والثانية الآن الآن عندي معادلتين بثلاث متغيرات بهالحالة إذا كانت قيمة X الساوي 1 الـ X الساوي Z معناها زت الساوي 1 الـ Y ضعف الـ X معناها الساوي 2 إذن حصلت على المتجه R1 اللي أريده اللي المتجه اللي يرافق القيمة الذاتية 12 هذا المتجه Not Orthonormal ليش Not Orthonormal لأنه عندما أضرب R Transpose منقول R1 في R1 عندما أضربهم ناتج الضرب لاحظة شون أضربه منقول ليش قلت منقول لأن R1 هو متجه عمود ما قدر أضرب عمود في عمود فخدت المنقول صار سطر في عمود عندما أضرب R1 في R تطلع لي الناتج 6 وأن يكون Orthonormal إذا كان الناتج 1 من أضربه في نفسه فإذا كيف هسا الآن لازم شرط أن يكون Orthonormal لازم أحول هذا المتجه إلى Orthonormal كيف يكون تحويلها إلى Orthonormal أولا أوجد النورم لل R1 أوجد النورم النورم لل R1 شي ساوي لهذا هو R هذا هو واحد من هاي المتجهات هو R R1 إنه مجموع مربعات مدخلاتها مدخلاتها منه يكون Orthonormal رح أكرر الآن العملية مع المتجه الثاني اللي هو لامدا الساوي لعشرة حتى أجد القيمة الذاتية اللي ترافق العشرة نفس الطريقة نفس التكرار أخذ أخذ المصفوفة وأطرح من عندها القيمة الذاتية مضربة في مصفوفة الوحدة وأضربها بالمتجه اللي أنا أريد أوجد قيمته اللي هو R2 وساوي العملية للصفر طلعت لهذه المصفوفة لاحظ من تضرب سطر في عمود سطر في عمود ثلاثة في ثلاثة تحصل على ثلاث معادلات المعادلة الأولى رح تقطيك إنه زد الساوي صفر المعادلة الثانية تقطيك زد الساوي صفر لما تحصل منها شي المعادلة الثالثة رح نحصل منها 2x زاد 4y وساوي صفر يعني x يساوي سالب 2y الآن إذا كانت y ساوي 1 في هذه الحالة x رح يساوي لي سالب 2 رح يساوي لي سالب 2 والz هو صفر أصلا هذا هو المتجه اللي يرافق للقيمة الذاتية 10 لكن بالحقيقة الآن عد ما أنا هس أضربها في نفسها فيما نقولها رح تكون not ortho normal يعني r2 transmose مضروبة في r2 رح يكون الناتج لا يساوي 1 حتى أحولها إلى ortho normal أحسب النور لل r2 شون نحسب النور في r2 أخذ كل عنصر أربعة وضيفة للي بعدها 2 تربيع أربعة مينس 1 تربيع واحد أربعة زائد واحد خمسة زائد صفر خمسة تحت الجذر جذر خمسة رح أقسم كل عنصر بالمتجه r2 على الخمسة رح أحصل على المتجه الثاني اللي رافق القيمة الذاتية الثانية الآن بقتلي القيمة الذاتية الأخيرة اللي هي لامدة الساوي لصفر لاحظ إذا كانت القيمة اللامدة الساوي لصفر نفس العمل أكررها لإيجاد المتجه اللي رافقها اللي هو r3 أيضا صارت عندي ثلاث معادلات تطلع عندي كل معادلة أساويها للصفر رح ألاحظ تطلع لقيمة r3 1 2 سالب 5 عندما أضربها في نفسها r3 transpose في r3 رح يكون الناتج لا يساوي 1 أيضا not orthonormal حتى تكون orthonormal رح أحسب النور من r3 النور من r3 لاحظ r3 اللي حصلت عليه هو هذا النور من r3 اللي حصلت عليه هو هذا نحل نحل لامدا ساوي صفر حصلت على r3 بهذا الشكل النور هو مجموع مربعات المدخلات 1 تربيع زاد 2 تربيع زاد سالب 5 تربيع 1 زاد 4 يعني زاد 25 20 رح يكون الناتج 30 تحت الجذر رح أقسم كل قيمة من قيم r3 على جذر 30 هذا رح يكون هو المتجه اللي يرافق القيمة الذاتية الصفر الآن صار عندي ثلاث قيم ذاتية لكل قيمة ذاتية ثلاث متجه ذاتية بالسنقل الV المصفوفة رح تتكون كل عمود من أعملته هو المتجه الذاتي اللي وجدناها العمود الأول هو المتجه الذاتي اللي يتابع إلى القيمة الذاتية الأكبر اللي هي في معاش العمود الثاني رح يكون هو المتجه الذاتي اللي قابل القيمة الذاتية الثانية اللي هو عشرة والعمود الثالث هو المتجه الذاتي اللي قابل القيمة الذاتية الأخيرة اللي هو صفر إذن الV هي مصفوفة كل عمود من أعميدتها هو يقابل يمثل المتجه الذاتي للقيمة الذاتية ترتيبها يكون من الأكبر إلى الأصغر بالنسبة للقيمة الذاتية هذه بالنسبة للمصفوفة V المصفوفة S هي مصفوفة قطرية حاصل عناصر القطر الرئيسي لها فقط بها أرقام البقية كلها أصفار القطر الرئيسي هو العناصر القيمة الذاتية أحطها تحت الجذر لأنه أنا وجدت القيمة الذاتية The A transpose V A فتحت الجذر أخليه كأنما أي في أي كأنما أقول أي تربية بس بلغة المصفوفة لحصر A transpose V A عندما أحطها كقيمة ذاتية فأحطها تحت الجذر فإحنا القيمة الذاتية الأولى كانت 12 يعني الترتيب يبدأ من الأكبر للأصغر ما بديت من الصفر بديت من الـ 12 البعض يقول ما يأثر لا يأثر نبدأ من القيمة الذاتية الأكبر نحط أول شيء 12 تحت الجذر طبعا لاحظوا مصفوفة صفرية كل عناصر صفر بس القطر الرئيسي وبالثاني حطيت جذر العشرة لحظة الثالث القيمة الذاتية صفر يعني العمود السطر كله يصير أصفار لذلك مكتبنا هملنا السطر الثالث لم يكتب لأن القيم ماتة كلها راح تكون أصفار لذلك مكتبنا فإحنا راح اكتفينا بالسطرين الأول والثاني لحظة هذه الحالة تكون فقط في حال إذا كانت عندي السطر كله صفر الآن كيف مجتل V مصفوفة مدخلاتها المتجهات الذاتية اللي ترافق القيم الذاتية الاس هي مصفوفة قطرية عناصر قطر رئيسي إلها هي القيم الذاتية زياني اليوم أمين أجيبهش كيف أحصل على المصفوفة المصفوفة حتى أحصل عليها أنا من حصلت المصفوفة في ضربة A ترانسبوس في A الآن حتى أحصل على المصفوفة رح أضرب A في A ترانسبوس الآن أضرب A في A ترانسبوس بهذا الشكل هذا لاحظوا أخذت موقولها وضربتها أيضا طلعت لي مصفوفة مربعة لكن هنا طلع حجمها 2 في 2 مصفوفة مربعة حجمها 2 في 2 الآن أحسب القيم الذاتية لها القيم الذاتية لها نفس الأسلوب ونفس الطريقة المحدد ل A A ترانسبوس ماينس لامده في A وساويها للصفر لاحظ هنا المحدد وجدت لعمليات الطرحة في ناقص لامده في مصفوفة الوحدة وخدت نتير منت إلحى صارت بهذا الشكل لاحظوا الساوي صفر صارت بهذا الشكل الآن طبعا المحدد هنا في 2 حصل ضرب عناصر القطر الرئيسي هذا هو القطر الرئيسي دعش ناقص لامده في دعش ناقص لامده ناقص القطر الثانوي واحد في واحد وواحد إذن الناتش طلعي بهذا الشكل قد ما نفتحها راح تكون بهذا الشكل أيضا نبسطها الأرقام القيم المتشابهة نجمعها راح تكون بهذا الشكل طبعا هنا هي معادة من الدرجة الثانية نحلها بالدستور نحصل على قيم لامده أيضا راح طلعت لي أطمعاش وعشرة لاحظ طلعت لي أيضا أطمعاش وعشرة عندما حصلت على أطمعاش وعشرة لاحظ نفس القيم السابقة نفس القيم السابقة ما فرق الآن أوجد المتجه الذاتي اللي يرافق الأطمعاش لكن شون أوجدها بالنسبة للمصوفة أي في أي تراسبوس مو أي في أي تراسبوس ناقص أطمعاش أول شيء أخذ أطمعاش وأيضا في المتجه الأول بالنسبة لليو وهو أرون ضربتها نطرحت من عناصر قطر رئيسي أطمعاش صارت بالشكل الآتي ضربتها هذا هو الأرون اللي أريده إكس وواي فرضت القيمات ساويتها للصفر الآن لاحظ عندي تكونت عندي ذي أنه ثنين في ثنين فتكون عندي معادلتين الأولى أضرب سطرب عمود سالب واحد في إكس زائد واحد في واي سالب إكس زائد واي وساوي صفر ومنها أحصل على أنه الواي تساوي إكس واي تساوي إكس المعادلة الثانية ستكون السطر الثاني في العمود واحد في إكس ناقصا واحد في واي ستصير إكس ناقص وي ساوي صفر يعني وي ساوي إكس يعني المعادلتين حصلت وي ساوي إكس الآن إذا كانت إكس يساوي واحد فإن الواي أيضا تساوي واحد فالمتجه اللي حصلته هو واحد واحد أيضا لماذا؟ لأن عندما أضرب أرون تراسبوس في أرون أأكد هناي المنقول حتى أستطيع أن أوجد عملية الضرب بالمصفوفات ما أقدر أضرب إذا ما يكون أحدهما سطر والآخر عمود عندما أضرب طلع للناتج الثاني مواحد لذلك هي نوت أورثا نورمال أورثا نورمال إذا المتجه أضربه في نفسه يكون الناتج واحد كيف أجعل أورثا نورمال نفس الأسلوب؟ نحسب النورم نحسب النورم للآرون النورم للآرون مجموع مربعات المتجه مربع العنصر الأول مدخلات المتجه أربعها وأجمعها ثم أضعها تحت الجذر واحد تربيع واحد زائد واحد تربيع اثنين يعني نحصل واحد زائد واحد اثنين تحت الجذر فراح يصبح جذر اثنين أقسم الآن كل عنصر من عناصر المتجه أرون على النورم اللي هو جذر اثنين لأحصل على المتجه العمود اللي أمامكم اللي يمثلي هي هذه الأورثا نورمال طبعا رح يكون ما قال أني أورثا نورمال نلاحظ من تضرب U ترانسبوس في U الناتج رح يكون واحد عند ضرب U ترانسبوس في U رح يكون الناتج واحد لذلك هو أورثا نورمال لأن واحد جذر اثنين في واحد على جذر اثنين رح يكون الناتج نص ونفس الشيء أيضا الثاني فرح يكون نص زائد نص رح يكون الناتج واحد الآن أوجد القيمة الذاتية بنفس الاسلوب بس عد ما تكون اللامدة يساوي عشرة أيضا بنفس الاسلوب في X ونحن الـ X يساوي لي حظه في هذا الشكل لاحظ أيضا حصل على معادلتين نحن نتطلع للـ Y يساوي سالب X إذا كان الـ X يساوي واحد الـ Y يساوي لي ناقص واحد أيضا حطيت هالـ R2 صارت واحد بناقص واحد هذي نوت أورثا نورمال ليش؟ لأن أيضا R2 ترانسبوس فيه R2 لا يساوي واحد راح يساوي لاثنين لا يساوي واحد يساوي اثنين كيف أجعلها أورثا نورمال أوجد النورم واحد زائد سالب واحد تربيع يعني واحد زائد واحد اثنين تحت الجذر أقسم كل عنصر من عناصر الـ R2 على جذر اثنين راح أحصل على الـ U2 اللي هو المتجه اللي قابل القيمة الذاتية الثانية المتجه اللي قال هو أورثا نورمال ليش؟ لأن U2 ترانسبوس في U2 يساوي لوحد تقدون تتأكدون بنفسكم منها من تضربون U2 ترانسبوس في U2 راح يكون الناتج واحد إذن هي أورثا نورمال لاحظ الآن الـ U أنا عندي قيمة الذاتية 12 و 10 وعندي وجدت المتجهات الذاتية مالتهم الـ U أيضا راح تكون مصفوفة كل عمود من أعمدتها يمثل متجه ذاتي العمود الأول هو المتجه الذاتي اللي قابل لـ 12 والعمود الثاني هو المتجه الثاني اللي قابل 10 أيضا نبدأ من الأعلى إلى الأسفل الأول يقابل المتجه يعني أقصد يعني من الأكبر إلى الأصغر المتجه الذاتي اللي قابل لـ 12 وهناي المتجه الثاني اللي قابل لـ 10 الفرق بين الـ V و U كلا هما مصفوفة أعمدتها المتجهات الذاتية بس الـ U القيم الذاتية محسوبة من يعني هي طبعا بطريقتين نفس القيم الذاتية راح تطابق بس عددها يكون يعني بس فرق بالعدد أكثر لكن الـ U من أجي أحسب المتجه الذاتي راح يكون للـ A في A ترانسبوس بس بالـ V A ترانسبوس في A الآن حصلت على الـ U وحصلت على الـ S وحصلت على الـ V الـ U هي متجه مصفوفة كل عمود من أعمدتها متجه ذاتي لقيام ذاتية للمصفوفة V في A ترانسبوس الـ S قلنا مصفوفة قطرية عناصر قطرها الرئيسي هو القيم الذاتية اللي حصلناها من A ترانسبوس في A V هي مصفوفة كل عمود من أعمدتها هو متجه ذاتي يرافق للقيام الذاتية اللي حصلنا عليها من حاصل ضرب A ترانسبوس في A كيف أضرب هاي ثلاث مصفوفات بعضها مع بعض نستفاد مخاصية التجميع أضرب المصفوفة الأولى بالثانية والناتج اللي يطلع أضربها بالثالث أوجد حاصة ضرب المصفوفة الأولى مع المصفوفة الثانية والناتج أضربها بالمصفوفة الثالثة راح تلاحظون كما تلاحظون طلعت لي هاي النتيجة هاي بي حاصة ضرب المصفوفتين الأوليتين وهذه هي المصفوفة الثالثة ناتجها رح تكونوا بهذا الشكل لاحظوا اجدأ اوجد ناتج يو في اس في في تراسبوس الناتج الطلع لي منه وحاصل ضرب هو اي ناتج حاصل ضرب لاحظ انتبه على اللي حصلنا يو في في يو اس في تراسبوس من ضربتهم المصوفات الثلاث كيف صارت عملية الضرب عندما ضربت اثنيا والناتج جمالتهم ضربتها بالثالث الناتج طلع عندي اي اذا الاي يساوي لي يو في اس في في تراسبوس تفكيك عكس الكمبوزيشن اللي هو تركيب فككناها ليش لانه لا نستطيع ان نجد المعكوس الها قيمها تكون شاذة فوجدناها بهذا الاسلوب وهي عملية التفكيك اتمنى ان تكونوا استفاديته وحل المثال بالتفصيل اوضح طريقة شكرا جزيلا ان شاء الله نلتقي في محاضرات قادمة